قلت لكم من كام يوم على موضوع علي معلول وانه علي معلول زعلان اه زعلان بشكل واضح واضف لك وارجو انك تتفاهم اللي هلولك ده مارس الكولر يحترم ويحب ويقدر جدا علي معلول جد بس مارس الكولر زيه زي المدربين الاجانب زيه تحديدا المدربين السويسريين رجل عامل جد والله يمشي استفيد من علي معلول تم جيب انا لعيب اجنبي اخر ويقدي للفريق بعيد عن اي تعاطف احنا دايما بيبقى عندنا احنا دايما عندنا تعاطف كشعب مصري يعني عندنا التعاطف والامور الانسانية ده كبيرة يعني والتقديرية كبيرة الناس الاجانب ما عندهمش الكلام ده الناس عمليين جدا يعني ما فيش ما فيش حب وكر انا مش هحتاجك فاجيب حد غيرك وخلاص طيب فما تمش التجديد لعلي معلول حتى هذه اللحظة ايه اللي حصل كابتل محمود الخطيب تدخل في الامر وهيبقى فيه جلسة ما بينه وما بين علي معلول تقديرا واحتراما لتاريخ علي معلول العظيم مع النادي الاهلي هيقعد مع علي معلول وهيقرب وجهات النظر وهيسهل الامور وهيشوف اللي هيريح علي معلول والنادي الاهلي بحسب معلوماتنا هيعمل اللي علي معلول غالبا هيكون عايزه هيحتوي الغضب طبعا السيدة اللي بتقوم مع الكابتل محمود الخطيب حتى لو متنرفز ومتعصب وبتطلع نار من بؤك طبعا مع محمود الخطيب خلصت يعني قعد مع الأسطورة يعني فالكابتل محمود الخطيب هو بنفسه مع علي معلول وهو كابتل الخطيب أوصى أنه يبقى فيه ترضية تامة لعلي معلول وكمان طلب أنه يبقى فيه متابعة لبرنامجه التأهيل للتعافي من الإصابة من وطر أكيلس وكمان قال لو اللاعب محتاج الصفر للخارج فالأهلي يتكفل بهذا الأمر خبارك علي معلول عاوده منتهي مع النادي الأهلي منتهي ورغم كده الأهلي مازال يتعامل مع علي معلول أنه لاعب في النادي الأهلي على فكرة بدون مبالغة يعني علي معلول أصبح أصبح واحد من أساطير وأسماء كبيرة وعظيمة داخلت النادي الأهلي فأكيد الأهلي هيتعامل معاه بالصيغة دي فأنت كمشجع للنادي الأهلي ما تقلقش ما تقلقش مش الأهلي اللي ممكن يتعامل مع ناس الدوله بإخلاص شديد بشكل يبقى مخيب للأمان ده مش يحصل تأكد من ده 100% ودي المعلومات يعني مش بقولك برضو حاجة فيها شعر وغنع للنادي الأهلي لا أنا بقولك ده واقع ومعلومات أنه الأهلي فعلا بيحتوي الآن علي معلول دعي